تصعد الموقف من أداء المبعوث الأممي مارتين جريفث في الملف اليمني ومعها تزايدت المطالبات الرسمية وغير الرسمية بتغييره أو ضبط أدائه على الأقل احتدم صرع المذكرات حول مصير مارتين جريفث الرئيس هادي بعث مذكرة شديدة لهجة للأمين العام للأمم المتحدة كشف له فيها تفاصيل الخروقات والمخالفات اللي ارتكبها مبعوثه القاص منذ توليه المهمة وطلبه بضمانات أممية لعدم تكرار هذه الخروقات كفرصة أخيرة في حال أراد المجتمع الدولي استمرار جريفث في مهمته الأمم المتحدة جاء ردها سريعاً مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أن الأمين العام جدد ثقته بمارتين جريفث وأنه سيتصرف بشكل متوازن معتبره البعض رفضاً لطلب الرئيس هادي أو تجاهلاً له قبل مذكرة هادي كان مجلس النواب قد وجه الحكومة اليمنية بإيقاف التعاطي مع جريفث حتى يتوقف عن مخالفة القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 واتفاق السويد كما جاء في المذكرة وكانت الشرعية قد اتهمت المبعوث الأممي بتجاوز القرارات الدولية واتفاق السويد لسيما بعد احتفائه أمام مجلس الأمن بقطوة الانسحاب الأحادي التي نفذها الحوثيون في الحديدة والمخالفة للاتفاق كما تقول الحكومة مراقبون يرون أن مهمة جريفث كمبعوث أممي لم تختلف عن مهام سابقه والتي تصب كلها في سياق تجاوز وجود جماعة مسلحة استولت على البلاد بالعنف والسعي لتعزيز سلطة الميليشيات وهي اتهامات كان قد ألمح إليها ناطق الحكومة حينما صرح أن المبعوث الأممي يعمل وفق أجندات دول كبرى وليس وفق ما تقتضيه مسؤوليته المهنية يبدو مسار الحل السياسي مسدودا في اليمن لاستمرار بقاء شروط الحرب ولأن المسار السياسي الذي يفترض أنه سيأتي بالحل يبدو ملغما بالكثير من العراقيل فيما يبدو المبعوث الأممي منشغلا بالبحث عن إنجاز شخصي والحكومة بإلقاء عباء فشلها على أي أحد